الهجوم عليهم ده يعني خطأ وجريمة محمد رمضان ووجز دولة نمازج نجاحة عظيما للفن المصري كلهم في مجاله وقدرة تعمل ظهور عالمي وعربي عظيم لما تشوف نجحتهم في الدولة العربية وعشرات ومئات الالاف اللي بتحضر حفلاتهم وموسيقاهم وغنائهم ولما تشوف نسب المشاهدة الجنونية على اليوتيوب بالمليارات تقريبا ولما تشوف هذا الإنجاز الرائع لنجوميتهم وسط النجوم العرب لازم تعتز جدا وتفخر باللي عامله محمد رمضان واللي عامله وجز واللي زي محمد رمضان وجز بكل النجاحات دي احنا لابد ان نفرح بيهم ونعتز بيهم وندعمهم ونسندهم ونأيدهم وانطورهم كمان اللي عندنا ملاحظات نقولها عليهم ولازم نقيم ونثمن جدا هذا النجاح العظيم اللي عاملينه انما نيجي ننتقس ونترفع ونتعامل بتعفف وتأفف دي مراقة مراقة يعني شديدة جدا والدعاء من مثقفين او من يعني متفزلكين عايزين يلقوا احكام وشالهم مطوعين فنيين محمد رمضان بيغني او بيعمل مزيكة مش بالطريقة اللي انت حبيبها احنا ملنا لا نجزعه بيك يعني هو لون ملايين ومليارات المشاهدات ويجز انا ما محبش اسمع اغني الرب مش زوقي لكن زوق اجيال وملايين اخرين هي دي الفكرة الوصاية احنا عايزين طول الوقت كلنا نغني بطريقة واحدة نعمل افلام بطريقة واحدة نعمل مسلسات بطريقة واحدة نفكر في الدين بطريقة واحدة لا يا عزيزي الاصل والتنوع والاصل والتعدد وده اللي يعمل غنى ويعمل تطور ويعمل تقدم ويعمل نجاح ويعمل حضارة فانا بعتز جدا بنجاح محمد رمضان وبافخر بنجاح وانسي